في أمور كثيرة أقل من ديب كتير كانت إدارة النادي الأهلي تصدر بيانات توضحية في مثل هذه الأمور بيانات رسمية مش تصريحات صحفية منسوبة لمصادر بيان رسمي النادي الأهلي عنده من الشجاعة والقدرة والقوة الإدارية إنه يطلع بيان رسمي يقول مع كامل الاحترام إحنا ما بناخدش قرار كإدارة نادي أهلي في رحيل أو ضم أي لعب اللي بياخد الكرار ده المدير الفني وإحنا بنمشي وراء المدير الفني هو ده الأهلي تاريخيين وأنا متأكد إن الأهلي عمل كده في موضوع كهرباء فالأهلي لازم يوضح قدام جماهيره وقدام الرأي العام إنه لأ مش أنا اللي خدت كرار كهرباء اللي خده المدير الفني بما إنه النادي الأهلي سمح لمديره الفني إنه يخرج للإعلام يتحدث في أمور فنية على الملأ وده ما بيحصلش في النادي الأهلي النادي الأهلي حتى لو طلعت تصريحاته ما بيتكلموش في أمور فنية ومين رحل ومين دخل ومين خرج ومين الكلام ده كله تمام دي النقطة النقطة التانية ودي المعلومة انه الكابتن محمود الخطيب كان غاضب جدا من تصريحات مسيماني اللي نفع عن نفسه فكرة انه هو اللي خد قرار رحيل كهرباء والكابتن الخطيب قال ان دي مش اول مرة مسيماني يعمل كده ويخرج بتصريحات تخص الفريق وتخص الدواخل اللي في الفريق وتخص الامور الداخلية في الفريق في الاعلام وانه الاتفاق كان مع مسيماني انه يخرج للاعلام دلوقتي عشان يحلل بطولة كأس القامة الافريقية دون الحديث عن النادي الاهلي شكده الكابتن الخطيب كان غاضب جدا دي معلومة لبول حلوك كان غاضب جدا من اللي حصل من بيتسو مسيماني ده فيما يخص بيتسو مسيماني او القصة بتاعت كهرباء او القصة بتاعت ادارة النادي الاهلي ورد فعلها فيما يخص تصريحات مسيماني انا شايف انه متحفز على فكرة انك ما تطلعش بيان توضح فيك ادارة نادي اهلي انه الموديل الفني هو اللي خد قراره متحفز جدا على تصريحات مسيماني اللي بيتبرق فيها من رحيل كهرباء هو اللي طلب من الموسم الماضي رحيل كهرباء عن الفريق على فكرة طلب رحيله نهائيا ما طلبهش قارة كمان كان طلب رحيل كهرباء نهائيا ولولا ضغط اقدارة النادي الاهلي او اقتناع اقدارة النادي الاهلي بكهرباء كان اللعب هيتباع بشكل نهائي